تحياتي للجميع معك أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم سوف يكون درس الرابع عشر لشرحي لبرنامج Lightroom قبل البدء بنصح الجميع يشاهدوا دروس السابقة الرابط لسلسلة جميع الدروس سوف يكون في الأسفل المرة أخرى مهم جداً أن تشاهدوا هذه الدروس لأنه هذا الدرس مبني على الدروس السابقة في هذا الدرس سوف أتحدث عن تصليح التشويش الذي ينتج بسبب بعض العدسات أيضاً سوف أتحدث عن بعض التأثيرات في Lightroom وأيضاً سوف أقوم بمعالجة بعض الصور كتطبيق عملي فدعنا نبدأ في البداية سوف أتحدث عن كيفية تصليح بعض التشويشات التي تنتج أحياناً بسبب العدسة أو طريق التصوير إلى آخره فأول تشويش ممكن يحصله شيء نسمي Vignetting أو تظليل وهو عبارة عن تظليل يظهر على أطراف الصورة فتلاحظوا في هذه الصورة في هذه المنطقة هنا وأيضاً في الزاوية هنا وهذه الزاوية وهذه الزاوية تلاحظوا أن هناك منطقة غامقة أو مضللة وبشكل عام هذا الأمر يحدث في عدسات ذات زاوية تصوير واسعة ولمعالجة هذا الأمر سوف أذهب إلى قسم Develop تحت Lens Correction أي تصليح العدسات وهو تصليح الأخطاء التي تنتج أو التزيفات التي تنتج في بعض العدسات سوف أذهب إلى قسم Manual وهنا في الأسفل تحت Lens Vignetting أستطيع أن تقلل هذا التظليل أو تصليحه فمثلاً لاحظوا في هذه الزاوية هنا تلاحظوا الفرق مرة أخرى لاحظوا الفرق تلاحظوا أن كيف أن التظليل قد قل فعملياً في حال أنك شهادت هذا الأمر وهو عبارة عن تظليل على زوايا الإطار فممكن تقوم بالتصليح من خلال هذه الإمكانية النقطة التالية هي تزيف أو الإنحراف في الألوان وهو عبارة عن ظهور لون ليلكي في الأغلب على أطراف الكائن في الصورة مثل وردة أو أي شيء تصوره ممكن يظهر هناك حالة على أطراف هذا الشيء وبشكل عام تكون باللون الليلكي ويسمى في اللغة الإنجليزية chromatic aberration أي التزيف اللوني أو الإنحراف اللوني فمثلاً في هذه الصورة إذا قمت بعمل زوم تلاحظوا هنا على طرف هذا المشبك هناك لون ليلكي في هذه الحالة التزيف جداً ضئيل طبعاً إذا عملت زوم أو تصغيل الصورة سعب أنك تلاحظ الأمر ولكن في بعض الحالات يكون الأمر جداً بارز ولتصليح هذا الأمر علينا الذهاب إلى قسم develop تحت Lens Correction سأختار Remove Chromatic Aberration تلاحظوا الآن اللون الليلكي الموجود هنا فتلاحظوا كيف قمت بمعالاجة هذا الأمر في الغالب الهالة أو التشويش يكون لونه ليلكي في حالة أنه كان لون أزرق أو أخضر فممكن تعالجه عن طريق هذه القيام الموجودة هنا فبتأمل كنت وضحت هذه النقطة النقطة التالية هي هو تشويخ خطوط الطول والعرض خاصة في المباني وهذا التزييف أو التشويش بتعلق من عدسة لعدسة أيضاً بتعلق في زاود التصوير فالآن سوف أريدكم هذا الأمر بشكل عملي سوف أذهب إلى develop سوف أختار Profile وسوف أختار Enable Profile Correction فلاحظوا عند إختيار لهذه القيمة كيف أن الصورة تتلف فتلاحظوا هناك اختلاف في انبعاج الصورة وأيضاً في خطوط المباني فالذي يحصل هنا اللايترووم يقوم بتصليح هذا الأمر بناء على نوع الكاميرا ونوع العدسة طبعاً هذا الأمر يتم بناء على معادلات تقوم بها اللايترووم كما ذكرت واللايترووم تعتقد أن هذا التصليح هو الأفضل طبعاً ممكن أن تعالج الأمر بشكل يدوي ذلك بالذهب إلى Manual أي يدوي ومن ثم ستأتي إلى هنا تحت Distortion أو هو تشويش تستطيع أن تقوم بمعالجة هذا الأمر فلاحظوا أنني استطيع تغيير انبعاج أو الصورة أو الخطوط في الصورة طبعاً أستطيع أن أقوم بذلك بشكل عمودي وأيضاً بشكل أفقه تستطيع أن تعالج الأمر بطريقة التي أنت تراها أنها هي الأقرب إلى الحقيقة مرة أخرى بنصحكم تجاربوا هذه الأمور بشكل عام أنا بعتمد على اللايترووم فلذا سوف أستعمل التصليح الأوتوماتيكي من اللايترووم الآن سوف أتحدث عن قسم التأثيرات الموجود في اللايترووم وهو تأثيرات بسيطة طبعاً تختلف عن البريسيت التي تحدثت عنها في دروس سابقة للوصول إلى قسم التأثيرات عليك بالذهاب إلى قسم develop واختيار effects أو تأثيرات فالتأثيرات هي عبارة عن إضافة تضليل على الجوانب سواء كان باللون الأسود أو اللان الأبيض فلاحظوا كيف سوف أكون بزيادة نوع من التضليل فتلاحظوا كيف أيضاً استطيع أن أتحكم بتدوير هذا التضليل أيضاً حدد التضليل فتلاحظوا الفرق فمثلاً بالنسبة لي هذا التأثير مع المصباح هذا جداً يخدم فكرتي للصورة فعملياً مرة أخرى التأثيرات هي عبارة عن إضافة تضليل فبنصحكم جربوا هذه الإمكانية النقطة الثانية في قسم التأثيرات هو grain وهو عبارة عن إضافة تأثير كالحبوب أو كالنقاط الصغيرة للصورة مرة أخرى تحت effects grain سوف أقوم بزيادة كمية الحبوب أو الصورة أيضاً استطيع أن تحكم في إقاط الحبوب فتلاحظوا كيف مرة أخرى هذه الإمكانية ممكن تضيف نوع من تأثير للصورة هذا الأمر يتعلق في فكرتك في الصورة وهل هذا التأثير سوف يخدم صورتك أو فكرة صورتك الإمكانية موجودة هنا بنصحكم تجربوها الآن في القسم الأخير سوف أقوم بمعالجة بعض الصور وخلال هذه المعالجة سوف يكون تطبيق عملي لاستعمال برنامج فعملياً سوف أختار هذه الصورة هذه الصورة تلاحظوا هذا العمل يقوم باللحام وفي هذه الصورة أريد أن أبرز عمل الرجل أولاً سوف أقوم بقص الصورة لهذا الشكل فعملياً هذه الصورة سوف تكون الأساس أيضاً سوف أقوم بتقليل الإضاءة أو التعرض في الصورة بهذا الشكل هدفي هو إبراز الإضاءة الناتجة عن عملية اللحام أيضاً في هذه الحالة أعتقد أن الأبيض والأسود سوف يخدم الموضوع بشكل أكثر فلذا سوف أقوم بتحويل الصورة إلى أسود وأبيض سوف أقوم بزيادة clarity أو وضوح الصورة بهذا الشكل أيضاً سوف أقوم بزيادة تفاصيل الصورة بهذا الشكل طبعاً تحدثت عن الأفاكت أو التأثيرات سوف أقوم بزيادة التضليل في الصورة فشخصياً أرى أن هذا التعديل يخدم الموضوع ويبرز ما يقوم به هذا الرجل تلاحظ الصورة قبل وبعد دعنا نختار صورة أخرى سوف أختار هذه الصورة في هذه الصورة تلاحظ السيارات الموجودة هنا تكاد لا تظهر بشكل جيد فعملياً سوف أقوم بتقليل الظل في الصورة عن طريق shadows فتلاحظ الفرق فعملياً قم بإبراز أكثر للطوابط في هذا المبنى أيضاً سوف أقوم بزيادة تفاصيل الصورة ممكن أزيد شوية clarity بهذا الشكل أيضاً لإبراز لون السماء سوف أقوم بزيادة اللون بهذا الشكل أيضاً أعتقد أن طرف هذا المبنى غير ملائم ليكون بالصورة فلذا سوف أقوم بقصص الصورة سوف أحاول قدر إمكان أيضاً سوف أقوم بقصص الصورة من الأعلى فأعتقد أن هذا التعديل هو تعديل جيد سوف أريكم الصورة قبل وبعد تلاحظ الصورة الأصلية هنا وهنا الصورة المعدلة الصورة أخرى عندي هذا المنظر سوف أقوم بتقليل الظل قليلاً سوف أقوم بزيادة حدة أو تفاصيل الصورة ممكن أزيد بعض الألوان بهذا الشكل أيضاً وضوح الصورة بهذا الشكل فعملياً أعتقد أن هذا التعديل هو بسيط يبرز الصورة بشكل أفضل مثلاً في هذه الصورة أريد أن أذهب اتجاه آخر وهو إبراز أكثر للغيوم فعملياً سوف أقوم بتقليل تعادل الصورة وهذا سوف يبرز الغيوم بشكل أكبر ولكن الذي حصل أن أسفل الصورة أصبح غامق وبعض التفصيل أصبحت غاية بارزة فلذا سوف أقوم بإضافة تدريج للألوان بهذا الشكل وثم سوف أقوم بزيادة التعرض في الأسفل فتبحثوا الفرق طبعاً ممكن أيضاً استمال الفرشاء في هذه الحالة بهذا الشكل لطلاء أو اختيار المباني وبعد اختيار أو طلاء المباني سوف أقوم بتقليل الظل طبعاً لإبراز هذه المنطقة الشكل الأكبر أيضاً سوف أقوم بزيادة التعرض بهذا الشكل طبعاً في هذه الحالة سوف أزيل تدريج الألوان فعملياً هذا التعديل يناسب ذوقي ويناسب فكرتي من هذه الصورة سوف أريد الصورة قبل وبعد فتلاحظوا الصورة قبل وتلاحظوا الصورة بعد مثال آخر فأريد أن أبرز التفاصيل الموجودة في عمود الإنارة تلاحظوا في هذه المنطقة أنها جداً غامقة لذا سوف أقوم بتقليل الشدو قدر الإمكان هي الظل، تلاحظوا قبل وبعد أيضاً سوف أستعمل تأثير التظليل كما كانت في البداية سوف أذهب إلى effect ومن ثم سوف أقوم بالتظليل بهذا الشكل أيضاً أعتقد أن قص الصورة سوف يساعد أكثر لإظهار معالم الصورة هنا يوجد مشكلة أن العمود مائل سوف أقوم بتعديل ميلان العمود طبعاً كل هذه الأمور شرحتها في دروس سابقة فهو تطبيق عملياً أنا أرى أن هذه الصورة هي جميلة وأن التعديل هو جداً مناسب فبتأمل في خلال هذا الشرح وضحت بعض الأمور مهم جداً أن تتدرب على هذه الأمور مرة أخرى بنصحكم تشاهد الدروس السابقة إذا في أي شخص عنده سؤال يتعلق في هذا الدرس أو أي شيء يتعلق في الكاميرات والتصوير ممكن نرسلني على صفحتي على الفيسبوك أو يترك تعليق في أسفل الفيديو أيضاً بدعو الجميع للإشتراك وتشجيع الآخرين على الإشتراك في قناتي في اليوتيوب في النهاية أتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد ترجمة نانسي قنقر